موسيقى صباح الخير مشاهدينا برحب فيكن وين ما كنتو عم تحضرونا عبر مريم تيهي حلقة جديدة من كافي بريك تنطلق بهيد اللحظات ولليوم رح نحكي عن مواضيع مختلفة بس اهم هو البودي لانجوج رح نحكي اكتر عنه وايضا رح يكون عنا وقفة مع سيجمنت هيلث وتكنولوجي وغيره من المواضيع المشوكة ويلا لنبلش باول سيجمنت معنا لليوم باول سيجمنت رح نحكي بشكل عام عن مين منا ما بيفكر او اجت على راسه فكرة انه يقدر يقرأ افكار الاشخاص يلي بيوجه مين منا ما فكر بهيدا الموضوع او اجت مرة براسه فكتر منا بيقولوا انه هيدا يعتبر حلم او حتى يعتبر بقدرة خارقة مستحيل انه الانسان يقدر يعمله انما هيدا الموضوع غير صحيح ممكن كتير انه الانسان يقدر يفهم الشخص التاني بشو عام بيفكر وشو عام بيحس حتى بدون ما يلفز ولا اي كلمة الشخص المقابل قادرين انه نفهم افكاره وهيدا كله من خلال الاحاقات والتعابير يلي بتصدر من الشخص المقابل فكتر من الناس وكلنا خلال الاحاديث وخلال حياتنا اليومية بيعكس وبيطلع منا حركات واحاقات من دون ما ننتبه من دون قصد وهيدا الاحاقات واللغة الجسد هي الى معاني نحن ما منكون عارفين انه الى معاني الى ابعاد والى تأثيراتها النفسية يلي بتنعكس خلال الاحاديث وخلال الكمينيكيشن يلي عم بتصير بين الاشخاص فطبعا حسب العلم العلوم النفسية والدراسات النفسية بيقولوا انه هيدا التعابير وهيدا الحركات حتى الى معنى اكتر بخمس مرات من اللغة المحكية فالى تأثير فواسينك عن الكلمات يلي عم تصدر عنا حركات الايدين حركات العيون تعبير الوجه وايضا حركات الرجلين وغيرا من المواضيع رح نحكيها بهيدا السيد اذا مثل ما قلت نحنا قادرين نفهم شخص التانى شو عم بيفكر وايضا قادرين نحنا نعمل كنترول على نفسنا وعلى حركات ايدينا وعلى حركات جسمنا تنقدر نعكس الفايبز ونعكس الاشياء يلي نحنا بدنا اياها مش نعكس مشاعرنا ويمكن ببعض الاحيان نفضح نفسنا باوقات لازم نكون نحنا بموقع السيطرة مثل انترويوز وميتينجز وغيرا بالبداية رح بلش خبركم عن برسنتج حسب الدراسات يلي اصدرت بي كاليفورنيا هي دراسات عديدا عملت بي لوس انجلس كاليفورنيا بالبداية لازم نعرف انه اللغة المحكية يلي عم بيصدر منا كلام بس بتأثر 7% من مجرى الحديث 7% فقط للغة اللفظية من بعدها بيجي بالمرتبة من بعدها 38% يعتبر هي لنبرة الصوت يعني انا كيف عم بحكي نبرة صوتي كيف عم تجي وين عم شد وين عم رخي وين عم بترك الحديث يمرو بطريقة سلسة فنبرة الصوت بتشكل 38% من الكميونيكيشن يلي عم بتصير اما من بعدها في عنا 55% يلي هي تعتبر الاتيتيود الاتيتيود وانا كيف عم بتصرف والحركات يلي عم تسطور مني ولغة الجسم والحركات والإحقات يلي عم بتصرفها هيدا هي البرسنتج 7 للغة اللفظية 38 لنبرة الصوت ومنلاحظ هون انه حتى لنفس الجملة اذا شخص قاله بطريقة معينة وشخص تاني قاله ممكن توصل بطريقة مختلفة فهيدا بنسبة لنبرة الصوت واما بالموضوع الاساسي يلي هو الاتيتيود وخصيصا البادي لانجوج يلي رح نفوت فيه هلا بالتفاصيل بالبداية رح نحكي عن العليقات يعني بادي لانجوج مع الاصدقاء مع الاقارب او مع جروب من العالم يمكن عم نتعرف عليهم لأول مرة فلازم نعرف حركة فرق الاصابع مثلا بالبداية فرق الاصابع هي مثلا بتدل على انه شخص الان شخص منه كتير مرتاح بالجو اللي عم بيصير فبيصير يفرفك اصابيعه كتير هيدا بالنسبة للاصابيع ايضا منلاحظ باوقات معينة ناس قاعدة بهيدا الطريقة هيدا الطريقة الى تأثيرات عديدة وقتا الشخص يكون عامل هيك ايدي هيدا الشي بيدل على الكونفيانس يلي بتطلع انه باوقات معينة تانية بيكون هيدا الشخص عم بيجرب يعكس انه هو واثق من نفسه انه هو عم بيكون عم بيخبي امور اخرى امور اخرى عم تجري بعقله مثلا القلق ببعض الاحيان انما بهيدا الامر بيكون عم بيخبي ايدي ايضا في عنا شغلة تانية يلي هي حركة حك الاذن حك الاذن لازم ننتبه لهيدا الموضوع اذا كنا عم نحكي مع شخص وشفنا انه حك دينته عامل هيدا الحركة يعني هيدا الشخص منه واثق من الشي يلي عم بيسمعه يعني هيدا الشخص منه واثق من الشي يلي عم بينقال وبيكون في نوع من التشكيك بالكلام الشخص المقابل يلي عم بيتلقاه فاذا شخص عم نحكي وعمل هيدا الحركة يعني هيدا الشخص حاسس انه نحنا عم نكذب عليه اما بالنسبة لحك الانف منلاحظ مثلا نحنا عم نحكي مع شخص ممكن يكون ايه مضبوط ويحك على منخاره بهيدا الطريقة حك الانف هيدا يعني انه في نوع من الكذب عم بيسير او في نوع من ريجاكشن يعني انا عم بيحكي مع شخص وهيدا الشخص قال لي ايه ايه مضبوط معك حق مثلا وحك منخاره يعني هيدا الشخص ما كتير يا هو بده يقول شيء وقاله انه ممنه عنية او عم بيجرب يعمل له مثل نوع من ريجاكشن وقته حك انفه ايضا في مثل ايضا حك حك الذقن مع حركة الرأس يلي هي كتير مبالغ فيها وقته شخص مثلا عم نحكي معه وعم بيحك بذقنه وعم بيعمل حركة الرأس هي بشكل كتير قوي يعني في بعض الاحيان بيستعمل اللفظة انه ايه ايه فهمت عليك او مضبوط مضبوط هيدا الشخص بيكون ما فهم علينا عم بيعمل حركة الرأس يلي كتير هي زايدة عن الزوم انما بيقلنا انه هو فهم علينا انما هو ما فهم علينا فليزم ننتبه لهالموضوع ونجرب قدمة فينا نتعامل مع اللحظة بذكاء لنرجع نفسر له طبعا جد يصير فهمين علينا وما تروح الكممينيكيشن يروح الحوار لمحل ما نوصل لنحن يلي بدنا ايه ايضا لازم نعرف انه البوستشر كله كجسم كيف اعدين اذا كنا مع شخص ولحظنا مثلا انه حاطت اجر 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 انما بالجهة المعاكسة لانه يعني ما في كامستري ما في بالحوار ما في تقبل او تناغم او ايجابية شخص بارملنا البوستشر تبعه ما انه مقابل لانه فايضا لازم نتعامل مع بطريقة ذكية هيدا هي كانت الفقرة يلي هي بالكممينيكيشن مع الاصدقاء والعائلة ومن الناس يلي اول مرة ممكن نشوفها ومنلاحظ اكتر واكتر حركاتها هلأ منروح على موقع العمل من خلال عدة مواضيع رح نحكيها بهيدا الفقرة خلال العمل لازم نلاحظ امور عديدة او خلال ميتنج بنا نعمل فيه ديل او نيجوشييشن بنا نفاوض على امور فاكيد البودي لانجوج بيأثر بشكل كبير على مجرى الديل هل رح يطلع بشكل ايجابي او مش ايجابي فضروري نفهم الشخص اللي قبالنا كيف عم بيحكيه ونتطلع اهم شيء بحركة الايدان حركة الاجران والعيون والبوستشر اللي هو عم بيتمتع فيها بالبداية خلينا نبلش بحركة الايدان نفهمها اكتر واكتر لازم تنتبهوا ولازم نعرف انه حركة الايدان بتعكس وبشكل كبير على الحديث يعني مثلا اذا كان الشخص عامل اصبيعه على بعضهم هيدا الامر بيعكس امر اجابي يعني هيدا الشخص عم بيصغي لالنا بطريقة جيدة هيدا الشخص مركز معنا مية بالمية عم بيصغي علينا عم بيصغي لان احنا شو عم نقول ايضا موضوع اجابي يلي هو وقته يفتح الايدان او الشخص اللي عم بيحكي بيكون مبين ايدان من هون ايضا وقته نقشع بالم تبع الايد يعني ايضا هيدا الامر اجابي هيدا الشخص بيعكس صدق صدق كبير وفيه جو من الاجابية عم بتصير وقته نكون قادرين نقشع بالم تبع الايد كف اليد انما اذا كان الامر معاكس صار فيه تشابك للايدان او صار فيه تكتيف للايدان مثلا تكتيف للايدان بيدل باوقات كتيرة على الملل وايضا على وضع حواجز وبجكشن يعني فيه شي عم ينحقى بالميتنج او بالنجوشييشن يلي عم بتصير الشخص التاني منه متقبله فبيكتف ايدي بهايدا الطريقة بيبين انه هو حاط حواجز بالكومنيكيشن حواجز ممكن تكون عاطفية حواجز ممكن تكون عقلية وحواجز جسدية بالثلاث بالثلاث هيدا الشي بيدل على او على يعني لازم نفكر انه وقت الشخص يكتيف ايديه لازم نغير بطريقة حكينا بطريقة كيف عم بيصير مجرى الحديث ولازم ننتبه انه هيدا الشخص يمكن صعب انه نقنعه او نغير له رأيه اما اليد وقتا نشوف انه اليد ان وضعت على الرقبة اليد على الرقبة يعني هيدا الموضوع شبه ايجابي يعني الشخص عم يبلش يغير رأيه شوي يعني قادرين نرجع نقنعه بالديل يلي احنا بدنا اذا شفنا هيدا الامر فنعم قادرين نغير له رأيه وقدرين يرجع جو ايجابي للميتنج يلي نحنا فيه ايضا بالنهاية لازم نعرف انه نعمل تقريبا دراسات عديدة على تقريبا 2000 ميتنج وال2000 ميتنج يلي فشله خصيصا وتبين من حركات اليدين والرجلين وقتا يكون الانكل مسكر على بعضه الكاحل كمان مسكر على بعضه والايدين متشبكين ومسكرين هيدا بيعني تبين انه فشل الديل وما ضبط ايضا في عنا لغة العيون هيدا السيجمنت بنهي فيها هيدا السيجمنت بلغة العيون ضروري بتزيل يكون في عنا اي كونتكت نطلع بعيون الشخص لا نعكس الثقة من الاشياء يلي عم نقولها والعيون لانه ما فينا نكذب فيها العيون بتفضح كل شيء ممكن كتير نبعث يمكن فيك سمايل نضحك بطريقة احنا ما بدنا نضحك انما منضحك انما العيون بتفضح مثلا اذا كنا عم نقول شيء وشخص عم بيقول شيء ولحظنا انه زيح نظره او تطلع على السقف فايضا لازم نشكك بالحديث يلي عم بينقال لانه ممكن وبدرجة كبيرة يكون الشي اللي عم بينقال يكون فيه كذب فالعيون لغتهم بيفضح ولغتهم صادقة فلهيك عطولة منستعمل هيدا الجملة انه طلع فينا انه لازم الشخص يطلع فيه هو عم يتخاطب معي فلغة العيون نعم جدا مهمة ولازم اكتر نسيطر عليها ونفهمها بشكل كبير وهلا من خلال هيدا السجمنت ننتقل للسجمنت التالت وبالسجمنت التالت رح نحكي سوا عن الثقة بالنفس يلي نحنا ممكن كتير نشتغل عليها نشتغل على الثقة بالنفس خصيصا خلال العمل وخلال حياتنا اليومية بالبداية بهيدا السجمنت رح نحكي خصيصا عن الباستشير بكتير من الاوقات منشوف شخص فيت او منشوف قاعدين بريستو منشوف شخص فيت منقول اف عنده طل مثلا او حتى يمكن ما يكون بيتمتع بطول او ابدا بس هالشخص عنده طل عنده وجود بمجرد منشوفه بمجرد منشوف القامة المستقيمة يلي هو عم يتعامل فيها وبيكون بهايدا الطريقة عاكس نوع من الثقة يلي عم بتصير الثقة بالنفس فببعض الاحيان نرجع نتأكد انه هيدا الشخص واصل يمكن هو ماناجر او او عنده مهمة جدا من خلال الباستشير درنا نعرف انه هيدا الشخص عنده ثقة كبيرة بالنفس وبالمقابل مثلا منشوف شخص منحنة ومنه مجلس ومنه منفتح فهيدا الامر بيعكس انه تقديره لنفسه منه كافة فايضا لازم كل شخصينا يشتغل على الباستشير على القامة لازم تكون عطول مستقيمة ولازم عطول نجرب قدمة فينا نستعمل ايدينا بس اكيد لدرجات معينة مش نعمل حركات مبالغ فيها بس بالطريقة يلي عم نحكي فيها لازم نستعمل لغة الجسم بشكل جزئك كرمال الفايبز لانه خلال كومينيكيشن في عنا فايبز هيدول الفايبز ولا ممكن انه نغض النظر عنا او نتجاه ومن هيدا السيجمنت منروح سوى للسيجمنت الرابع ورح نحكي اليوم عن الفيديو كول بالفيديو كول خصيصا رح نحكي عن الانترويوز وعن البروجيات يلي تلميذ الجامعات بالوقت الحالي كلها عم بتصير انلاين كلها عم بتصير من خلال منفتح الفيديو كول وممكن كتير نقدم بروجيات او حتى تاز او حتى غيرها من الاشياء فمواضيع عديده رح نحكي يعني كرميل او نعرف هالاااااا نحن بدنا ننجح في هيد الميتنج بهيد البروجيات يلي نحن عام نقدمه فشو اللي يزن نعمل بدل نعرف انه اول سبع ثواني بيبلش فيها البروجيات اول سبع ثواني بيبلش فيها حيلاه ميتنج منقوم فيه انلاين هالسبع ثواني هن يؤدي كيفين كرميل نعطي الانطباع الاول الانطباع الاول ضرورة اول شي يكون كتير هاد رواء ضرورة كتير يكون ايجابة فهيدول النقطين لازم نشتغل عليها خلال وقتا بدنا نقدم البروجيه او حتى وقتا بدنا نقدم ايا كان خلال الانلاين يلي نحنا فتحين فيه فيديو ايضا من بعد اول سبع ثواني لازم ايضا نكون محضرين لازم نكون فتحين على لابتوب خصيصا وانبعدينه عنا ملنا لازقين الكاميرا على وجنا لانه مثل ما قلنا ضروري الدكتير مثلا يلي عم يعملنا يلي عم نقدم له البروجيه او حتى يلي عم نعمل معه الانتربيو بهمه جدا انه يشوف حركات الايدان بهمه جدا يشوف الجاست يلي عم يصدر عنا فاكيد ما لازم باش نكونوا مفرجينه وجنا ابدا لازم نجرب قبل ما يبلش الميتينج الكاميرا كي رميل نتأكد انه الوضعية مضبوطة وسليمة ايضا لازم نعرف انه احدتنا لازم تكون جالسة حتى لو مش نبين القسم الاسفل من جسمنا لا بيحس الشخص المقابل بيحس نحنا كيف قاعدين لازم اجرينا عطول يكونوا عالارض دقيين بالارض ومجلسين كتافنا وراسنا بوسط كتافنا مش زي حلايا ولا ميلة فصدقوا انه الشخص التاني بيقدر يشعر ويحس طريقة قاعدتنا اذا قاعدين بطريقة مش مظبوطة كله اكيد بيبين من خلال الفيديو فاهمية انه نكون موضعين جرينا على الارض ايضا فيه موضوع كتير مهم هو النظر من نحنا عم نعمل البروجيت او عم نقدم عم نعمل انترفيو النظر لازم يكون متوجه على الكاميرا دايريكت على قلب الكاميرا ما لازم يروح شمال او يمير لازم يكون دايريكت على الكاميرا تا ما نبعث مثلا انه نحنا مشوش تفكيرنا او في شيعة بيشوشنا خلال هيدا النصطيع يلي عم نمضيها خلال الفيديو كول وايضا لازم نعرف انه هيدا الامر مهم لازم نفكر انه نجرب نضبط قدمة فينا الوضعية والمنخ حوالينا بالبيت نفكر البيت ما ينبعد دجرة نستعمل ايرفون ايضا امر جدا مهم لانه يمكن الفيديو كول الميتنجز بالشغل البروجيكت يمكن يبقوا بعد لوقت اطول على الانلاين لانه متل ما شايفين بعض الفاكسان عم يمشي بوطيرة ملنا سريعة فاستفيدوا من المعلومات اللحكيناها بهذا السيجمنت ويلا تنروح سوى على السيجمنت الاخير بالسيجمنت الاخير راح نحكي عن الباور ناب الباور ناب يلي هي الايلولة القايلولة يلي ممكن كتير كتار منه يستعملوها يستعملوها بطريقة انه يناموا خلال ساعات لنهار مش خلال ساعات الليل هيدا هي الايلولة فالا فوايد كتير والا فوايد عديدة كتار من الناس من بعد شغلون اذا كانوا مثلا عندهم صهرة عاشية او حتى بيشتغلوا شغلتين شغل فول تايم جوب وشغل بي ام عاشية كمان بتلاقيهم اجوا واخدوا باور ناب فعننا عدة انواع من الباور ناب يلي هي الايلولة راح نحكي عنها اكتر خلال هيدا السيجمنت بالبداية شو فوايد الباور ناب باور ناب بشكل اساسي وهي بتقوي جهاز المناعة وبتساهم على المحافظة على معدل طبيعي من السيطوكين ومن النيرو برينو نيفرين فهيدا الامر كتير مهم بالدم خصيصا انه المناعة لازم نقويه خصوصا اذا كان عنا اشغال عديد خلال النهار فالسيطوكين والنيرو برينو فرين بساعدوا جهاز المناعة على التكوية وخلال طبيعي خلال وبيزيدوا بخلال الساعات الايلولي ايضا بتقوي الذكرة والتركيز وبتخلي الانسان يستيقز اكثر خلال الليل والسويقة فاذا ارتحنا لتلت ساعة قبل صهرتنا فهيدا الامر يعتبر فعال جدا تنقدر نركيز على السويقة خلال ساعات الليل ايضا للحكمة يلي بيكون عندهم صهرات فالكمبينيشن بين الكافيين والباورناب الكمبينيشن بينيشن بينيشن بيساهم بشكل اساسي على الحكم انه يقدر يضاين لساعات طويلة الصهر خلال ساعات الليل فهيدا هي الباورناب وهيدولي هنه فاوية ده انما بالنسبة للانواع يلي هنه موجودين ففي ناس بيناموا بين العشرة والعشرين دقيقة عشرة والعشرين دقيقة هي تعتبر اكتر وقت فعال للشخص يحس انه هو هيكي ريفراش يحس حاله منتعش وتنشط اخذ هالعشرة والعشرين دقيقة خلوه عن جد يعمل بوست ليقدر يكفي نهاره فهيدا بالبداية في عنا تلت ساعة هيدا التلت ساعة اول نوع يلي هو بيطفي التركيز التركيز والنشاط اما بالنسبة للناس يلي بياخدوا باورناب بين 30 و60 دقيقة بين 30 و60 دقيقة هيدا الامر بيأثر على القرارات والديركشنز لوين بنا نروح فكتير من الناس مثلا بيكون عندهم نهار كامل من الشغل فعندهم ديسجنز لازم ياخدوا بتاني نهار مثلا او بعد مثلا ساعات بعض الظهر فبياخدوا هيدا 30 ل60 دقيقة نوم بيرايحوا افكارهم بيرايحوا تفكيرهم ومن بعدها بيجيون الفكرة بيجيون الالهام فهيدا 30 ل60 دقيقة ايضا مهمة جدا للقرارات الصحيحة والصائبة اما بالنسبة لتالية نوع وهو بيتراوح بين 60 و90 دقيقة بين 60 و90 دقيقة في هو بيزيد وبيطفي الادراك الحسي الادراك الحسي يلي بيزيد اذا نمنى لهيدا الوقت وايضا 60 ل90 دقيقة بيساوي كادراك حسي بيساوي ليلي بيأكملها نوم بساعات الليل فهيدا هي سيجمنت باور ناب لازم كل شخص فينا اذا بيعيد اذا بيشتغل عدة اشغال فضروري انه ناخد باور ناب خلال ساعات اليوم ونستفيد من هيدا الامور بهيدا اللحظات منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم انا بتمنى تكونوا قضيتوا وقت ممتع وبشوفكم بالحل الجاية الى اللقاء موسيقى 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 موسيقى